اهلا بكم الفيديو ده يعلمني حاجة ويعلمنا كلنا حاجة واضحة جدا جدا ان الانسان ممكن يتقبل اي حاجة اي حاجة شكل شريك حياته الا الاسنان الاسنان هي اللي ممكن تأثر في الانسان تأثير كبير جدا فتخليه ينزل لشريكة حياته اه او تخليها تنزل لشريك حياتها بطريقة اه اه يعني فيها نفور شديد انت الا الراجل ما اتأثرش ولا احنا اتأثرنا على فكرة بانها ده مش شعرها دي بروكية اه كل الدنيا بتلبس بواريك وشعر ناعم خشن اه شعر كيرلي خشن فيه ناس بتحب الشعر فيه قصير طويل فيه ناس بتحب الشعر قصير الرموش مش مفيش رموش فيه رموش مكياش مفيش مكياش المناخير طويلة المناخير قصيرة المناخير فيها اه سنة همب فيها يعني انا واحد من الناس بحب المناخير اللي فيها همب حاتف ستات بحب الست اللي مناخيرها فيها بتشدني بحاس انها اتركت الا السنان اول ما حمل السنان هو ردود فعله عادية في الاخر لكن اول ما شال هو السنان هي عاملة دي اغم عليها اغمى عليها صدمة السنان يا جماعة السنان مفيش بعدها او مفيش اتنين يختلفوا على ان السنان الوحشة تدمر الشكل لكن تختلف الرجل اللي غير شعر فيه بنات كتير بتحب الرجل اصبح فيه بنات كتير تحب الرجل اللي شعره كيرلي مش ناعم فيه ناس فيه ناس تحب الرجل اللي منخيره كبيرة فيه ناس تحب مثلا البنت التخينة شوية رفيعة شوية مش فرقة دي ازوان إلا السنان مفيش ذوق عليه كله كله متوحد فيها كله متفق على ان السنان لازم تكون كويسة واعنا اللي بنباوة سناننا يعني احنا بنأكل سكريات وحلويات باللغة وبنأكلها في اي مكان ومنخير ما نغسل سناننا بعديها لان حلويات والسكريات فيها احب انها بتتاخد بتتاكل كتير عند الناس يعني في الزيارات فمش هتقوم تغسل بقى سنانك بعد ما تاكل السكريات والحلويات انت كلتها وقعدت زي ما انت فموازت سنانك احنا اللي بنكتر من مشروبات السودا والمياه الغازية يعني بنباوة سنان احنا اللي بنكز على سناننا ما تلاقيش يا اخي الشعب بيكز على سنانك وليل قوي حكاية الكز على السنان دي احنا في مصر احنا في مصر حتى التمثيل كله كز على السنان احنا اللي بنكتر من شرب العصاير المعلبة اكتر شيء عام بيشرب عصاير معلمة في كل ده بيدور للسنان ولذلك انا بقول لكم السنان اصبحت في مصر محملة بشكل كبير رغم التقدم المزهل في عالم طب الاسنان لكن برضو لسه في نسبة كبيرة من المصرين ماهتموش بسنانهم بالشكل الاكمل وماهتموش بالسيانة في شعبة كده من الناس طلقت طلع صرفت شوية فلوس عملت سنانها شكلها كويس وما عملش مينتنانس اخي ده العربية فيها السنة الالف والسنة العشر تلاف والسنة الميت ألف ده العربية الحديد فسنانك دي لازم بفيها سنة الالف والعشر تلاف والميت ألف بجد صحيح لازم سيانة باستمرار المينتنانس الاستمرار الصيانة النهار ده عنواننا استمرار الصيانة عنوان من العلوين المهم اسمعوا اللي راحب بضيفاتي العزيزة التي تبدأ في حوارها بتشعيدني دايما بهذا الحوار دكتورة إسراء السعيد من وراني في الناس الحال مرسي يا دكتور أيمن ده نورك قبل ما أبدأ هل الناس اللي أنا بحكي عليكم دول بتوع المينتنانس بتاع الصيانة اللي هي استمرار الصيانة دول أكيد ريكورتد عندك طبعا الناس دي والناس ديت فعلا بيجوا الناس بتتعامل مع أسنانها انها وانس ان فرافر وده مشكلة كبيرة جدا كل واحد بيجي يعمل حتى الاتسامة اليود يعمل الحاجة يطلع مبسوط بس برضو الفكرة بتاعتين احنا نروح لدكتورة الأسنان واحنا ماشينا على رجلينا كده لا ايو الناس لازم تروح لدكتورة الأسنان وهي شريط المسكن ما بتشارش من جيمهم أو يكون جايب الصدفة لكن يعني جايب ابنه مثلا جايب مامته جايب مراته لكن الحد يروح لدكتورة الأسنان كده بكامل قراته لا ده مش موجود مش ريكورتد في الشعب المصري عندنا دايما الواحد يروح بالعصايا عصاياة الألم عصاياة الألم اللاثة من أكتر الحاجات اللي بتندر اليومين دول على فكرة لازة حالة مرضية مهمة جدا حبدأ الأول بالمشهور قوي اللي هو نزيف اللاس نزيف الشيكي منها موضوع اللاثة ده دكتور أيمان موضوع كبير والمفروض دي الناس تستوعب أبعاده لأن الناس دايما شايفة إن اللاثة دي حاجة ساكمري أو حاجة مش ذاتة قيمة وبيهتموا جدا بالأسنان هو إحنا طبعا أكيد بنبقى مبسوطين إن حد يهتم بأسنانه بس اللاثة حاجة مهمة اللاثة ديت هي ببساطة هي الشاسي اللي الشي للأسنان دي كلها لو الشاسي ده جرى له حاجة هتأكد إن اللي متشل ده هيقع مش هيعيش فإن إحنا نروح للدكتور ونهتم بالتنظيف بتاعنا وإن إحنا نهتم بتنظيف الأسنان في البيت ده موضوع الناس بتكسل عنه قوي وده برضو موضوع من أول التربية من إحنا صغيرين دايما الناس اللي والدتهم أو والدهم بالأطفال بيوضح لهم لازم نخسى أسنان قبل ما ننام لازم نتمضمط كويس يجيب لهم معجين أسنان بفليفرز يعني مثلا بتعم الكولة بتعم اللبان بتعم النعناع بتعم واتفر بيكبروا هما مهتمين بأسنانهم أوتوماتيك زي اللي بيعود أولاده إن هما قبل ما يناموا إن هما مثلا يغيروا هدومهم إن هما يقلعوا الشراب واتفر إيه هو العادة اللي بتعودها للطفل من هما صغير لازم يبقى غسيل أسنان كده للأسف إحنا كشعب ما عندناش الموضوع ده مترسخ في تربية أولادنا فبيكبر صعب إن تتقوله بقى ابدأ إخسل سنانك بس إحنا لو غسلنا سناننا من وإحنا صغيرين العادة دي هتكمل معنا وأكيد الصحة أسناننا وصحة الفم هتبقى أحسن والريحة هتبقى أحسن طيب إيه بقى الموضوع من أوله علشان الناس لازم تعرفوا صح أول حاجة فرشة الأسنان نشتريها إزاي فرشة الأسنان لازم تبقى صوفت ما ينفعش نجيب ميديم لازم تبقى صوفت لازم تبقى حجمها صغير ما نجيبش اللي حجمها كبير قوي لازم الشعر بتاعها من قدام يبقى طويل شوية عشان لما نيجي نخسل الدروس اللي ورا تعرف تدخل الفرشة لحد ورا ده بالنسبة دي الفرشة أما بقى نوع الفرشة أو ماركة الفرشة ده موضوع ساكندري مش فيه نوع معين إحنا بنشجعه وطبعا لو جبنا الفرشة اللي فيه في الظهر بتاعها حتة خشنة كده أو حتة محببة دي لغسيل اللسان ده يبقى كده جميل قوي وأهم حاجة لازم نعرف إن الفرشة دي ما بتعمرش معنا يعني ما ينفعش تفضل فرشة واحدة من معدادة دي متعودين في ناس عندها فرشة متعودين عليها وفيه عيلة عندها فرشة أي وانا بحب اللون الأحمر هتفضل طول عمرها الفرشة الحمرة ما هيقلق الفرشة لازم تتغير كل تلات أربع شهور فيه تلات أربع مثلا يعني فيه عيلة عندها فرشتين والناس اللي بتدخل يمسك أي فوق عادي يعني فيه كده فيه كده فيه كده أنا فكرة فعلا دي لها شفتها والله أنا بقى أنا بقى أنا ما يخترش والله العظيم هو فرشتين والعيلة كلية أنا بقى حكي كلام سمعته كده إيه تشاشي يعني لكن أنا ما يخترش من اللي حد يعمل كده لا بيعملوا كده وبعدين يعني يحفى بلصرف أليه وقاللوا كتير يا جماعة ما ناس مهما كان برضو مستهى الاقتصادي فيه الناس غلابة آه بس الفرشة مش غالية أنا لابا فيه فرش بجنيه ونصف باش آآ يعني مش لازم نقول نجيب أغلى نوع ونقوله الفرش غالية ومضلعانة لأ على الفكرة موضوع مش كبير بس يجمع الفرش بتتمي بعد ثلاث شهور ما ينفعش إن إحنا ليه لإن بيترسب جواها أنواع من البكتيريا إنت لما بتنقلها البقق أكتاني إنت حالتك بتبقى أسوأ ما بتتحسنش آآ لو واحد جاب راح جاب فرشة بعشرة جنيه مش حلوة ريدا هلوة آآ طبعا ريدا وهقولك تعمل ايه لو ملهاش ظهر لإني اللي ليها ظهر دي غالية شوية هم هو لك تعمل ايه لو ما فيش فيها الظهر دوات علشان مش لازم نجيب حاجة غالية احنا لازم نهتم بالنظافة من غير ما نعقد الأمور ونقول لسي الفرش غالية لا الفرش مش غالية والحلول سهلة كتير كده احنا السواك حاجة حلو جدا جدا على فكرة ده جواه انت انفرمات المضادل للالتهاب وفيه وسنة 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 يعني قابض للأوعية عشان يقل للناس السواك ده حاجة جميلة قوي بس على فكرة السواك بيتقص اه بيتقص طبع ما بيتكملش بيه طيب احنا دلوقتي نرجع لي اللي بيستخدموا السواك على فكرة حريفة فاهمين يا بيتعاملوا معنا ازي غير الفرشة اه طبعا علشان وغالبا بيبقوا السعوديين او الخلايجة عموما بس احنا في مصر هنا موضوع السواك عندنا مش مشهور خالص لا المتدينين بيش بيستخدموا ممكن بس تصدق انا كنت في المانيا قريب ان السواك في المانيا مشهور اه طبعا وغالي جدا على فكرة انا مقدرتش اشتري فرشة سواك هناك تخيل غالي يموت قلوه ايه تبت هزروا يا جماعة ايه الارقام دي احنا عندنا عن رسي في حضرتك لا هو على فكرة كمان الدول الاوروبية بتادي التتجه للسواك لان هو فعلا نتائج وجميلة جدا بس هو لازم يتقص ما بنستخدمهش على طول وده بيحللنا مشكلة يعني هنرمي الفرشة كل ثلاث شهور هممكن استخدم السواك علشان من هنرميش الفرشة او عشان نرمي الفرشة احنا كده هتفعل ان احنا هنجيب فرشة لكل مواطن وان احنا هنستخدم انواع مش لازم تبقى غالية قوي بس لازم ان احنا تترمي سواء استخدمناها او ما استخدمناهاش هي هتترمي علشان بواق الاكل المترسبة جواها دي لوحدها مصدر للإنفكشن ومصدر للبكتيريا لو رجعناها بقنا تاني هنعمل مشكلة اكبر من المشكلة اللي احنا بدقين بها اصلا طيب احنا دلوقتي لو ما عندناش الظهر اللي بيعمل اللسان وبينظفه هنعمل ايه هنلف على صبعنا حتة شاش او حتة قماشة خشنة مش ليه فت حمع عشان دي برضو سمعتها لأ شاشة خشنة وبنشد اللسان بتاعنا بنشده بشاشة برضو لان انت او ما تمسكه هيفلت منك بتشده لبرا وبتمشي عليه بصبعك التاني اللي بلفوف عليه الشاشة وبتنظفه يعني موضوع مش ضخم خالص ومش لازم ان احنا نقول لأ اصل الفرشة اللي بنظهرها مش قادرين نشتريها لأ وممكن نطلع لساننا لبرا ونخليه يرجع بيحتك في الاسطح الامامية بتاعت الاسنان العلوية بس موضوع سهل جدا طيب بنخصصنا لنا ازاي ده موضوع الناس كلها بتسأل عنه وبستنى شايف انه هو ابسط من انا هنكون لسه بنسأل عنه في عشرين عشرين بس برضو هنجواب على السؤال ده احنا هنعمل ايه احنا الاول الاسطح الخارجية كل الاسنان لازم ننام بالشعر بتاع الاسنان على اللسه وننزل لتحت ده بالنسبة الاسنان العلوية اسنان السفلية بننام بالشعر التحت ونبدأ نطلع لفوق في اتجاه اللسان علشان ننظف الاسطح الخارجية هروح بقى للفينير هروح للحشو والكات كام تطور التكنولوجيا في الحشوات والفينير تمام الفينيرز او الحشوات او شغل الكات كام عموما شغل الكات كام عموما ضخيف جدا وممتع جدا ونتائجه اكتر دقة من الحاجة التي تتعمل يدوي الامني كام هو احدث حاجة في الكات كام تكنيكس عموما احنا ممكن نبرد الاسنان او نعمل الكافتي اللي هنحط فيه الحشوة بتاعيتنا ونصورها بالكاميرا فيديو زي بالطريقة ديت وبعد ما بنصورها على فكرة بنصور يمين وشمال وبنصور العضة وبنصور الفك المقابل بنصور كل الاتجاهات بتاعة الفينير او بتاعة الحشوة ما بنصورش مش بندخل نعمل تاك ونخرج لا ده بتصور البق كاملا علشان هو بيدينا شكل للعضة بيتخيلها وبيطلعها لنا على الكمبيوتر ممكن احنا نغير شكل العضة ونعدلها عشان لما تحط الفينير او لما تحط او الحشوة ما يكونش فيها حاجة عالية او ما يكونش فيه فراغ منها وبين السنة اللي قبلها اولي بعدها يعني هيا بتديك مستوى من من الدقة من الدقة اعلى كتير من ان انت تكون عامل الحشوة دي يدوي او عامل الفينير دوت في معمل لان انت بتبقى شايف الحاجة قدامك احنا بنعمل ايه وبعد كده بتتستنى ساعة او اتنين طبعا ده لو حشوة او اتنين لكن احنا لو عاملين فك كامل او مثلا 18-25 فينير لا احنا ما بيكونش الموضوع في ساعتين بنطول شوية ممكن تيجي تاني يوم او بعدها بيومين على حسب الجدول بتاعي والدنيا ماشي معانا ازاي وبينسلمها في يوم تاني لكن لو حاجة او اتنين او تلاتة لقى حضرتك بتقوط ساعة ساعة ونص بتستلم بعدها وبتطلع من عندي الدنيا اكوريت والدنيا جميلة ومظبوطة ومرتاح ان شاء الله فالشغل الكات كام فعلا جميل ومعمر عن الحشوات العادية لان الحشوة ديت لا اطرافها بتتغير لونها ولا ينفع تتكسر لانها بتبقى قوية جدا فموضوع الكات كام والماتيريا اللي بتاعته فعلا قوية جدا يعني مثلا الحالة ديت الحالة ديت جات عايزة تعمل الفكين علشان خاطر السنتين الاماميتين دولة شكلهم مش لطيف والسنان قصيرة وعندنا مشاكل كتير عايزين نحلها الحالة دي طبعا عملنا لها تجميل في اللفة عملنا لها السنان الامامية اللي اتنين دول علاج جزور وطربيش الباقي كله في نيرز عملنا الفكين ما ينفعش يستلم في نفس اليوم يستلم المرة اللي بعدها طبعا طلع من عندي بأسنان مؤقتة لان انا هو دخلي بالشكل ده بس انا ما يفعش يخرج من عندي بالشكل ده استلم أسنان مؤقتة يمشي بيها الفترة اللي احنا هنجهز له فيها الفنيرز طلعنا في الاخر الشكل دوت اعتقد ان هو كان لطيف ومرضي جدا والحمد لله الحاجة ما بتتعادش الحمد لله وسبت في بقوة الدنيا ماشي كويس جدا ان شاء الله مجتمشي الامور كويسة جدا طبعا وسهلة جدا بس تكستكوا لها في ان احنا لازم الحاجات الدقيقة دي تتعامل كات كام ما بحبش الشغل اللي يدوي فيها ولا زوء المعمل علشان تطلع بالدقة اللي حضرتك شايفها التقويم دلوقتي في ناس كثيرة بدأت ترجع له يعني بدأت يرجع التقويم اللي تواجده مرة أخرى على الساحة ويبقى له مردينه هل هو مردينه ولا situation بتاعي لا situation بس هو عموما محدش بيميل التقويم لا دلوقتي ولا من قبل كده لان كل بيقولك انا مش حابب امشي يعني كان قبل كده كان زمان اكتر كان التقويم غالي شوية فكانت الناس الأغنية اللي بتعمله فكان بيكون مظهر مما ظهر الغناء زي الموبايل الحديث زي دهب زي وددر بيحطوا برايس برايسز اه وبيحطوا برايسز لها شكل ونجوم وكلام من ده دلوقتي بقت الناس تهرب من التقويم للأسف لانه بياخد وقت يعني مثلا حالة زي كده الحالة ديت عمل التقويم الحالة ما خدتش وقت الحالة دي خدت سنة سنة والثلاث شهور النتائج اللي هو طب انت سبرت تلاتين سنة مجادش بقى على واحد وثلاثين سنة لأ انا عايزة النتائج تظهر حالة دي عمل التقويم انا محبتش خالص لان العظم قفلة الحالة ديت فيه سنان برا وسنان جوة دي مش الصح بتاعها خالص نعمل بنيونس ولا تركيبات الصح بتاعها تقويم لان المسافات اللي ما بين الأسنان الأمامية في حاجات في سقف الحل في حاجات مش ظهرة خالص في حاجات ما ينفعش ان هي تبقى جوه وانا اركب عليها ما ينفعش تاعش اعمل فينيرز تخنته خمسة ستة ملي عشان ابدو بالسنان ده برا ما ينفعش ده ألف به تقويم وافق رفض لازم تقويم في حالات ممكن اقولك لأ اعملها فينيرز ونحل الكستر ومسافات قليلة حالة مثلا زي دي دي عضة معكوسة عضة المعكوسة بس بكمية قليلة وعلى فكرة ده راجل وسنه كبير در نوصل لأحسن نتيجة ممكنة عشان ما يدخلش يعمل عملية وتبقى النتيجة مرضية بس ده أخد وقت ده أخد سنة ونص تقريبا لان ده راجل تلاتينات مش طفل فالتقويم ليه نتائجه بس ليه عيوبه اللي هي الوقت بس مش في كل الأوضاع ينفع نبدل التقويم نبدله بالتركيب لان كل حالة وليها معيارها لكن تأكد ان لو انت مستعجل وانا ممكن اعمل بديل للتقويم بالتركيب او بالفينيرز تأكد ان انا هعملها اني اكيد انا مستعجلة عن نتائج زي زي الحالة دي راكب فينيرز مرضاش خالص ما يعمل تقويم بس انت لو شايف الحالة مش معقدة قوي يعني تقريبا الحالة في الأسنان العلوية أكتر الحالة فيها حاجات كتير مزبوطة ممكن نزبط بس كم سنة في اللي قدام فالحالة دي هو قرار يعمل فينيرز عملنا في الفاكستوف لتنظيف للجير بس عشان اللي على أسنانه جبنا نتائج حلوة في زيارة اشتغلنا زيارة تانية استلمنا الدنيا مزبوطة وجميلة الحالة زي دي الحالة دي حبيبت قلبي هي صعبة خالص هي حبيبت قلبي ربنا ديها السحة وطلت العمر هي فوق الستين او فوق الخمسة وستين هي حبيبتي عندها عضة معكوسة نفسها ان هي تبقى شكل اتسامتها حلو وعلى فكرة مش عشان هي خمسة وستين سنة مفروض انها ما تكونش عندها مشاعر نكمل حياتها بشكل حلو لازم نحترم السن لازم نحترم رغبة الناس وده السن اللي ينفع نصرف فيه جوزت ولادها وخلاص مش كبيرة خمسة وستين سنة والله ما كبيرة فيه ناس بتحفظ نفسها جبان خمسة وستين سنة دي كأنها عندها خمسين سنة عندها خمسة واربين سنة بالضبط فما بدأ ان انا اكون كبيرة في السن وان انا اقول يلا خلاص اللي باقي مش قد اللي راح هو لو الباقي يوم معيش مبسوطة وانا انا اكد على نفسي ليه لا يعني هي حبيبتي عندها فوق الخمسة وستين انا ما اتذكر عضة معكوسة في الحالة دي صعب ان انا اقول لها اعملي تقويم حقيقي عملنا فينيرز بس طبعا طلعنا الفنيرز عضة معكوسة برضو ودي من الحاجات اللي هي مش جميلة في الكتب بس ما ينفعش ان انا اقول لها في السن دوت وفي الوضع ده لانها عضة معكوسة كبيرة ما ينفعش في الوضع ده ان انا اقول لها ابدأي تقويم عملناها وهي راضي بالنتيجة جدا الحالة دي حالة فراغات برضو وقته لا يسمح بالتقويم خالص وعايز كده كده يعمل ابتسامة جميلة عايز يعمل اسنان بيضة وجميلة عملنا له فينيرز في الفكين الموضوع اتحل في حقيقي دقائق لو قاعد مسلا ساعة ساعة ونص اشتغل ركب في ساعة ساعة ونص الموضوع لطيف جدا التقويم برضو جميل بس اكيد مش في ساعة ونص وفي ساعتين مناخد شهور فالنتيجة دي جبناها في وقته قصير جدا وهو كان راضي ومفصود وحابب ان هو يعمل كمان تبيض في اسنانه فالتقويم هيحل مشكلة الفراغات بس مش هيبايد السنان فهو قال لك كده كده قدم كده كده هعمل فينيرز عملها بقى من دلوقتي غسيل السنان بالفرشة بيقلل فرصة السكر بيقلل فرصة مرض السكر ايه علشان خاطر اكيد احنا بنحافظ على الاسنان بتاعتنا بنقالل للبلاج بنقالل للمكان بتعيش فيه البكتيريا بنقالل بنخلي مناعة جسمنا افضل فأكيد بيبقى نبعد على الامراض كتير الالتهاب بتاع السنان بيلعب دور كبير في تطور مرض السكر كمان وجدونه فيه علاقة بين الالتهابات الاسنان والبكتيريا اللي بتيها بتروح على البنكريا استعمال الالتهاب فيه بوصة والصمامات بتاعت القلب على فكرة والحاجات دي الناس احنا مش بنقول كلام مبلغ فيه احنا عندنا نوع البكتيريا اللي بيعمل بيعمل مشاكل في الصمامات القلب بيعمل التهاب مفصل فيه الصمام القلب ده النوع البكتيريا ده هو اللي موجود في الجير فاتأكد ان انت لو شلت الجير هتأكد هتقلل المشاكل اللي بتحصل او هاتحصل في القلب وارجوك لازم تبلغي لو انت ابتاخدي دوة الخضة الضرقية اللي هو الالتروكسين لازم تبلغي دكتورة الاسنان بتاعتك عشان ده بيناسب نوع معين من التخدير ياريت واللي بياخد أسبرين هو مريض لزوجة مش سيولة عشان انا طول النهار باشطب على الطيلات وبكتب يا فندم دي اسمها لزوجة مش سيولة اللي عنده سيولة ده اللي هو عنده هيموفيليا او امراض تانية دي قصة كبيرة اللي بياخد أسبرين هو مريض لزوجة مش سيولة زيباني برضو جوا يا دكتور سنان انا جوا يا دكتورة بطنة نبت الدكتورة بطنة نورتيني بحوارك العادة مع ضيقة العزيزة دكتورة اسراء السعيد كانت في حوار ممتع للغاية في الناس الحلوة خليوا لكم من سنانكم خليكم مع الناس الحلوة شكرا شكرا